ايه مكونات الصلاة دي اشيك خص وجزر معلقة مستردة حلوة شوية شابت صغيرين وانا شغال كده اه قدي سنة الشابت الصغيرة فصي توم حلو معلقة كاتشاب صغيرة تاني كاتشاب تومة شابت الله عليك ومعانا معلقة مستردة زيت زيتون الصلصة دي كتبين مقديرها عندك كده تخليها في الكراز بتاعك اللي تملى معلقة كاتشاب معلقة مستردة زيت زيتون بطرف اصابع ايدك شابت صغير لا يتعدى نص معلقة الشاي كل دول مع بعديهم تخلي بالك عصرة ليمون طعم هنا مختلف اهه يا ويلي على الصوت يا ويلي وتعليبها اه لسه ما خلصتش مش لازم ملح ليه ملح هنا بقى ما نحط شوية سوية السوس خلص الكلام هناخد الخلطة دي عم نشيف زي ما هي كده زي ما هي بعد التقليب المستمر ننزب الجذر عليها ده الجذر مبشور بتاعنا الحلو ده الجميل الحلو اللي بيفتح النفس زي ما هو كده ونقلب الخلطة الحلوة دي كده ومعانا خاص كابوتشا زي ما هو يتغسل كويس ويتورى اه الخضروات الورقية دايما عدوة اللمون والزيت والخل اول ما بتشوف الزيت واللمون والخل بتنكمش اه الجذر هنا الطعب في الجذر زي ما هو كده عاملة عزومة بتجهز الخلطة دي زي ما هي كده وتحطها في التلاجة تاخد البرودة بس الكل يجتبع على الصفرة وكلنا تتمينا على الصفرة بتاعتنا بننفذ الصلطة دي ونطبقها زي التابولة كده اه خاص نحطه كده زي ما هو هو ده اه هو ده هو ده هو ده الله مصلى على النبي هو ده اه 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 ايه الحلوة دي اه زي ما هو كده اه مش اقطعوا اقطعوا ليه وعمل حاجة اه زي ما هو كده اه حال وناخد يا عم الشيف الجزر بتاعنا اللي هنطلعه من التلاجة ونقدمه على الصفرة بنوزعه بالتساوي على وش الخاص بالشكل ده كده هو يعيش مع نفسه بقى اه كده اه هينزل البهريز والسوس والسائل اللي موجود في الجزر مع وقت الصفرة بتاعتي باخد الشوط الخاصة الحلوين مع شوط جزر زي دول وبالفة انا وشفة صلطة شكليا تفتح النفس صورتها تفتح النفس اللون البرتقاني بيفتح النفس معانا السويتان دي صور بتاعنا عملناه بالفراخ ممكن بنفس الطريقة نعمله بالجنباري معانا كابسة بالخضار بتتكلم عربي النهاردة لوجود التوابل العربية بكل كامل شخصياتها ورونكها الحبهان القرنفل اللي هو المصمار الدرسين اللي هي القرفة اللوم اللي هو اللاموني المجفف الحب الاسمر او البهار الاسمر او الحب اللي هو الفلفل الاسود حلقة النهاردة بسيطة سهلة ولكن تفاصيلها كتير خبرة تهوية اه انا دوري ان انا الاكلات اللي اولادك بيحبوا ياكلوها برا واحنا خارجين عشان تضمني الجودة وتضمني ايه التصنيع اللي جواها وتبقى عارفة السوس ده معمول من ايه ده بيتباع في بعض المحلات من برا لعلبة قد كده بتعمل لها عشرين تلاتين جنيه انت عملت شوية كتير اهمت وممكن تعملوا تخلي في التلاجة طلعاية تسخيني بحمام مية وتقدميهم معا النوع اللي انت حبها سواء فراخ او لحمة او سمك ترجمة نانسي قنقر